هذا وحقق الدولة الكويت الشقيقة العديدة من الإنجازات والنجاحات التي شملت مختلف القطاعات في عهد الأمير الراحل سمو الشيخ نوافل أحمد الصباح رحمه الله هذا وصطر الأمير الراحل إرثاً يعكس التفانية في خدمة الوطن وتحقيق التقدم والاستقرار الوطني حين تولى سمو الشيخ نوافل أحمد الصباح رحمه الله مقاليد الحكم حققت دولة الكويت الشقيقة العديدة من الإنجازات والنجاحات شملت مختلف القطاعات السياسية والاغتصالية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية تعهد رحمه الله بوضع برنامج إصلاحي شامل لمواجهة التحديات كافة ورسم سموه قريطة طريق لنجاح برنامج الإصلاح الشامل وتمثلت ملامحها الأساسية في التعاون الفعال بين مجلس الأمة والحكومة والحزم في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع بين فئات الشعب الكويتي ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة وأولى الأمير الراحل ملف الوحدة الوطنية عناية خاصة وفي أكثر من مناسبات دعا إلى وحدة الصف وتظافر جهود أبناء الكويتي جميعاً لتجاوز التحديات والصعوبات مؤكداً أنه لا سبيل لتجاوز التحديات والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الشعب الكويتي كما سعى رحمه الله إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير منتجاتها وخدماتها وعمل على خلق فرص استثمارية تنافسية وفي هذا الشأن جاءت الكويت في المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في قيمة أصول الصندوق السيادي وعلى مستوى السياسة الخارجية انتهج رحمه الله سياسة خارجية متزنة ومرنة وعمل على توسيع علاقات الكويت بمختلف دول العالم منطلقاً من عراف دبلوماسية رازخة متمثلة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الدخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية